أطلقت جمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة جرش مبادرة سلة خير حيث تحتوي سلة الخير على قرطاسية مدرسية كاملة توضع في المدرسة وتوزع مجانا للطلاب بكافة مستوياتهم المادية مساعد مدير شرطة جرش العقيد يوسف الغويري بيّن أن المبادرة ستنطلق على مرحلتين الأولى تشمل سبع مدارس والثانية ستعمم على عدد آخر من المدارس وأوضحت رئيسة جمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل عفاف النظامي أن الجمعية ستعمل على تزويد السلة بالقرطاسية كاملة على مدار العام كما سيكون هناك مبادرة أخرى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم هذه أول مبادرة بهذه السنة سلة الخير وهي الكتب الدفاتر والأقلام القرطاسية بشكل عام راح تكون على مدار العام بشكل مستمر أطلقنا سبع مدارس اليوم إن شاء الله ورح تكون مستمرة بتزويد هذه القرطاسية لهذه المدارس وسيكون إن شاء الله زيادة خلال الأيام القادمة لمدارس أخرى وشكرا للشرطة المجتمعية اللي دائما معنا اطلاق مبادرة سلة الخير من مدرسة الشهيد العميد الدلابيح وهذه المبادرة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية تعلمية للطالب وستهدف بكل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات داخل الغرفة الصفية